اشتركوا في القناة وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيد ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طالب السيد رئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العهل السعودي وسموه ولي العهد مؤكداً سيادته الخصوصية للسراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون السنائية بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاول تعظيم الانتاج الزراعي مع تكسيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض التقاة الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراع فيما تعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين فضلا عن مواصلة رفع كفاءة إسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية